عاشر رمضان يصمونه في مخيمات بزيبز بعيداً عن بيوتهم ومناطقهم التي هجروا منها وما زالوا على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية هناك منذ نحو عشرة أعوام نحن هذا عاشر رمضان نصوم بالخيم أنا هسا ما أقدر أطب بالخيمة فوق ما هي حارة النوب ما أقدر أطب بالخيمة هي خيام لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء ولا أمطار السماء وإن كانت خفيفة فقد تشكل سيولاً وتجرف خيامهم وإحنا جاءتنا المطرة المطرة الخفيفة الله وكيد لك الخيام مالتنا غرقت والغذائية مالتنا تلفت من الميك دبلناها برا والله عندنا كبار سن حتى يطلعوا من الخيمة بسبب الغراغ تطبلهم ميك يؤكد المهجرون هنا أن المساعدات التي تصلهم من الحكومة شحيحة للغاية ولا تكفي لسد رمقهم في منفاهم داخل وطنهم لا تشكر الناس جرحاً أن تصاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه بيت من الشاعر قاله الشاعر الراحل كريم العراقي ويتحدى النازحون اليوم المسؤولين أن يدخلوا خيامهم ويجربوا العيش هنا لدقائق معدودة علهم يشعرون بمعاناتهم المستمرة والله عيشتنا ساعة تصفر باللي يعني كهرباء ماكو تأتي ساعة ونص ساعة تنقطع وأكو ناس عندنا هسا مرضى احنا ريلي الملوحة ماته من الحكومة يجي طبع الخيم ويشوف الناس اللي تعبانه واللي مرضى ويقوم بنفسه وتحدى مسؤولين يجي قعد بخيمة عشر دقائق وضعت عبان تحت الصفر تستمر معاناة النازحين هنا في مخيمات بزيبز مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطقهم وتحويلها لثكونات عسكرية كما جرى في جرف الصخرة ومع استمرار الحكومة إهمالها لهذا الملف وعدم تأهيل المناطق التي دمرتها العمليات العسكرية قبل سنوات